سيد علاني كيف تعلق على هذا الموقف يعني بطبيعة الحال أعتقد أن هذه العملية يمكن أن نصنفها عملية محاولة لي الذراع وأعتقد أن هذه العملية يصعب إن تأتي أكلها لماذا؟ لأن من الناحية القانونية والدستورية حاول منذ قليل الرئيس سعيد أن يبرر بالقانون وبالدستور كيف اتخذ هذا القرار السيد رشد الغنوشي من الناحية القانونية والدستورية من الطبيعي هو أن يرفض هذه القرارات ولكنه لا يستطيع لأن الآن من الناحية القانونية البرلمان مجمد وإذا سمح له بالنشاط يعني أن البلاد ستنقسم وأنه ستكون هناك دولتان وهو ما لن يسمح به الرئيس سعيد وحتى الطاقم الأمني والعسكري هم متناغمون وبالتالي أعتقد أن ما تحدث سعيد الغنوشي وتسجيل موقف أكثر منه القيام بنشاط استخدام بعض المفردات كالشرعية وأن الجيش والشرطة وقفوا قبل ذلك مع الشعب التونسي ضد حكم الفرد وخلافه من ما قال وتحدث به إلى الجنود هل هذا يمكن أن يجد آدان صاغية؟ الشرطة في الحقيقة عندما نعود إلى بيان نقابة الأمن الداخلي والذي صدر منذ ساعات قال هذا البيان لنقابات الأمن الداخلي أنهم لا يريدون أن يقحموا في المعارك السياسية وأنهم سيقومون بواجبهم في حماية الممتلكات ويعني بالنسبة لهم هم حرفيون أي أنهم لا يشتغلون بالسياسة الآن وقع تغيير على رأس وزارة الداخلية وقع تسميت السيد خالد اليحيوي كوزير أو كمشرف على وزارة الداخلية وهو مدير الأمن الرئاسي قبل ساعات وبالتالي نستطيع القول أن كل الجوانب الدستورية التي شرحها الرئيس والإجراءات الأولى الأمنية يعني انتشار الجيش في المواقع الحساسة وانتشار الأمن كذلك وتسمية وزير الداخلية حتى لا يكون هناك أي فراغ أمني وبالتالي أعتقد أن ما قاله السيد غناشي هو تسجيل موقف أكثر منه يعني مبادرة يمكن أن يقوم بها ومزاج الشعب التونسي في الحقيقة لا يميل إلى ردود الفعل العنيفة أي أنه منذ يوم الغد ومنذ الساعات القادمة والأيام القادمة ستكون هناك إجراءات جديدة والرأي العام سوف لن يكون ضدها لأنه منذ فترة كان يبحث عن خلاص وعن حلول سريعة نظرا للمشاكل التي تحدثنا عنها الاقتصادية والأمنية والصحية وبالتالي أعتقد أن المسألة ستنتقل في الساعات القادمة إلى معركة دستورية سيسمح لخصوم الرئيس سعيد بالتعبير عن رأيهم في وسائل الأعلام ولكن بالنسبة إلى النشاطات السياسية سوف يقع ممارستها حسب القوانين الجديدة والرئيس سعيد كان واضحا عندما قال أن الشهر الواحد الذي خوله له الدستور يمكن أن يمدد إذا ما اقتضى الأمر تطبيق الإصلاحات وبالتالي أعتقد أن الموضوع حسم الآن والمعركة ستكون إعلامية أكثر منها معارك لا قدر الله مواجهات أو غير ذلك لا أتصور أن تقع مثل هذه الأشياء ربما تقع لقدر الله بعض العملية الإرهابية كما تقع في كل مكان وفي كل الأوقات ولكن بالنسبة لشؤون الحكم وتسيير الدولة الأمر حسم في تقدير وفي تحليل الكثير وأغلب الملاحظين والمحللين السياسيين وزارة الداخلية تسمى عند التونسيين الوزارة الكبرى إذن أصبحت تحت إشراف مدير الأمن الرئاسي وقيادة الجيش بطبيعة الحال رئيس قيس سعيد هو القائد العام للجيش وبالتالي من الناحية الأمنية لا خوف على تونس من ذلك ربما تحدث بعض التجاذبات أو بعض المشاكل البسيطة ولكن أعتقد أن صفحة المنظومة السياسية السابقة طويت وستكون هناك مفاوضات حول هذه الإصلاحات وربما سيناريوات كما ذكرت منذ قليل حول إمكانية التفاوض مع خصومه إذا قبلوا بكل الإصلاحات ربما يتم اللجوء إلى حلول أكثر انفتاحاً وإذا لم يتم قبول هذه الإصلاحات سيطبق الرئيس سعيد القانون كما يقتضيه الأمر في هذه الظروف وبالتالي يمكن في الحالة الثانية أن يقع الإعلان عن استفداء وعن انتخابات سابقة لأوانها ولكن ليس قبل إرساء إصلاحات هامة وعميقة وهي إصلاحات سيشرف عليها رأساً رئيس الجمهورية مثل ما ذكر في خطابه أي هو الذي سيعين رئيس الحكومة ويعين الوزراء ويتابع النشاط اليومي للحكومة ويتابع الإصلاحات الأساسية التي يريد إدراجها وبالتالي أعتقد أن الأمر قد قضي وحتى إن وقعت بعض المشاكل فهي لن تغير من المعادلة الجديدة الشيء الكثير السيد راشد الغنوشي دعا أنصاره منذ أكثر من ساعة ويمكن أكثر من ساعتين للنزول إلى الشوارع ولم يحدث هل من تفسير لذلك؟ يمكن أن نفسر ذلك بأن العملية فهى نوع من الذهول وكأن العديد منهم في حالة ذهول لأن هذه الإجراءات تم الإعلان عنها في الساعات الأخيرة وقبل ذلك كان الكثير من قادة حركة الناظر يصاعدون اللهجة تجاه رئيس الدولة ويتهمونه بالعديد من الاتهامات ويهددون من يريد أن يلتف على حركتهم الآن يمكن أن تكون في الأيام القادمة وفي الساعات القادمة ربما ستحدث أيضا انشققات داخل حركة الناظر لأنه في داخل هذا الحزب هناك أشخاص منذ فترة مختلفين مع مقاربات السيد الغنوشي وبعض الأجنحة المتشددة في حركة الناظر ربما ستظهر بعض الانشقاقات في خلال الأيام القادمة ولكن أعتقد أن العملية رد فعل أعضاء حركة الناظر يصعب أن يمروا إلى العنف هم يعرفون أن تكلفة العنف ستكون كبيرة وكبيرة جدا وبالتالي لا أتصور أنهم سيرجعون لكن ربما هناك بعض الأذرع المسلحة والخفية ستلجأ إلى مثل هذه العمليات وهذا كما قلت منذ قليل لن يغير من المعادلة الرئيسية شيئا المعادلة الرئيسية وأن هذا الحكم أصبح أو تغير بشكل جذري وأن هناك منظومة سياسية قادمة وأن الرئيس سعيد قد استخلص الدروس مما حصل له مع بعض الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين وبالتالي أعتقد أنه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة ربما كما ذكر في كلمته منذ قليل ستتم هناك محاسبات وهو ما جعله يصدر قرار برفع الحصان على النواب وهذا سيزيد من أسهمه لدى الرأي العام وبما أنه الرئيس قيس سعيد أصبح رئيسا للنيابة العمومية فهذا أيضا مدخل إصلاحي هام وكبير وكبير جدا لماذا؟ لأن مشكل القضاء تم توظيفه وتجينه عندما كانت حركة النهضة في الحكم منذ 2011 وبالتالي عملية التصفيت أو إرجاع استقلالية القضاء هي في الحقيقة بدأت مع الرئيس قيس سعيد في الأشهر الأخيرة ولكن هذه المرة ستحصل هذه المؤسسة القضائية على استقلالها الكبير وعندما تستقل المؤسسة القضائية وهذه من الإصلاحات الكبرى التي كان ينادي بها الرئيس عندما تستقل هذه المؤسسة القضائية تصبح مساواة الأشخاص الذين أساءوا للدولة مساواة بالقانون وبالحياد التام وبدون أي توظيف ويسمح أيضا استقلال القضاء بضخ الاستثمارات بشكل كبير في تونس وهذا سيعيد عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد إذن لا أتصور أن معظم الرأي العام سيتخلى أو سيرفض البرنامج الذي سيعلن عنه البرنامج الاقتصادي والإصلاحات السياسية الأخرى التي تحدثنا عنها سوف يتم عنها الإعلان وسوف تجد طبولا كبيرا وهو ما لحظناه في الشارع حتى أن بعض المؤسسات الإعلامية لا أريد أن أسميها التي كانت في خصام مع رئيس الدولة اليوم أصبحت تتسابق لأخذ كلمة وخطاب منه إذن هناك تغيير كبير إعلاميا سياسيا وحتى من الناحية الأمنية هناك إحساس بأن التونسيين سيمرون بفترة استقرار أمني أفضل مما كان عليه الأمر في السابق وترجمة نانسي قنقر